سنت الحبايب يا حبيب وحنا بنحتفل النهاردة بعيد الأم نقدر نقول أكبر احتفال أكد عليه دين الإسلامي الحنيف والحياة الأم حصلت على تكريم من نوع خاص في الدين الإسلامي حيث جعلها في أعلى المراتب والمنازل وكرمها بشكل كبير حتى ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعة وحب الأم من طاعته ورضا كمان الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على دور الأم في الحياة وأكد أن أحسن من تصاحبه في هذه الدنيا هي الأم حينما ذهب أبي رضي الله عنه عندما جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أمك قال ثم من يا رسول الله قال أبوك إذن هي الأم مصدر الحنان مصدر الأمن مصدر الإيمان مصدر كل شيء يمثل لك دافعاً كبيراً في هذه الحياة هي الأم ربنا أحفظ أمهاتنا رب العالمين عشان كده في هذه الفقرة هنتكلم عن ماذا وكيف كرم الدين الإسلامي الحنيف الأم وحسن على طاعة الأم بشكل كبير ودور أيضاً الأبناء لرد الجميل لأمهاتهم عشان نقدر نقول لهم في مثل هذه الأعياد والمناسبات شكراً يا أمي على تعبك ووقوفي جنبي طول عمري أرحب بظيفي القامة الكبيرة المشرفني في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عادل المراغي أحد علماء الأزر الشريف وأمام مسجد النور بالعباسية أهلاً بك يا دكتور عادل وتحياتي الحضاك يا فن كل عام حضب ألف خير يا فن بنسبة شهر رجب ويرب الأم الإسلامية بألف خير يا رب العالمين كيف كرم الدين الإسلامي الحنيف الأم بشكل عام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طبعاً لو تأملنا الدين الإسلامي كيف جعل أن الأم هي بمثابة بوابة من بوابات الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلزم قدم أمك فثم الجنة لو تأملنا كيف عظم الإسلام من دور الأم ودور الأبوين بصورة عامة نجد أن الله عز وجل لا يتقبل طاعة أي إنسان إلا إذا كان طائعاً لوالديه قال سفيان بن عيينة ثلاث آيات في القرآن لا يتقبل الله إحداهن بدون الأخرى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الرسول ولم يطع الله والعكس لم يتقبل الله منه أن يشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يتقبل الله منه يعني كذلك الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الثالثة فمن صلى ولم يزكي والعكس لم يتقبل الله منه لو تأملنا لوجدنا أن الأم هي بوابة من بوابات الجنة يوم الأيام القاضي المعروف إياس بن معاوية بكى لما ماتت أمه فقيل له ما الذي يبكيك قال والله لقد كان باب مفتوح فأغلق هذا الباب لذلك الإنسان لما تموت أمه تنادي ملائكة الله عز وجل يا ابن آدم لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فأحمل صالحا تكرم من أجله لو تأملنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبره بوالديه زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فبكى وأبكى الصحابة كلهم لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وأم النبي عليه الصلاة والسلام لم تقتصر فقط على السيدة حليمة السعدية أو لم تقتصر على السيدة آمنة بنت وهب إنما تعدت إلى حليمة السعدية نعم فهي أم النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة مما يذكر في ذلك بعض الصحابة يقول كنت في مكان فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقسب لحما نعم فجاءت مرأة فأجلسها النبي عليه الصلاة والسلام على ردائه نعم خلع الرداء وأعطاها أو أجلسها عليه قال فسألت من هذه قالوا هذه حليمة السعدية كان النبي صلى الله عليه وسلم برّا بها كذلك أم أيمن وهي جارية أبيه أم أيمن هذه لما زارت السيدة آمنة قبر أخوالها في مكان يسمى بالأبواء ماتت في الطريق فراجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أم أيمن جارية أبيه عبد الله نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرها أمه حتى كان يشير إليها ويقول هذه من بقية أهلي وكان عليه الصلاة والسلام يزورها كثيرا نعم حيص الإسلام على همية الأم نجد أن خمسة لا ترد دعوتهم منها دعاء الأم لولدها أو على ولدها بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأم لو دعت على الولد فإن الله يستجيب هذا الدعاء أو للولد مما يذكر في ذلك الإمام الزمخشري وهو مفسر كبير لغوي معروف كان يوم من الأيام يقول كنت ألعب بالعصفور فبينما أنا كذلك شددت رجل العصفور بالخيط فانخلعت ساق العصفور قال رأت أمي ذلك فحن قلبها للعصفور فقالت اذهب خلع الله ساقك كما خلعت ساق العصفور قال الإمام الزمخشري بينما أنا أمشي في الطين انخلعت ساقي من أصلها من الورك فصار طيلة حياته برجل واحدة بسعب دعوة أمي ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أبنائكم مما يذكر دعوة الأم لولدها أحد العلماء الكبار وهو محمد بن أيوب يقول يوم من الأيام دخلت الكتاتيب أحفظ القرآن الكريم فضللت عشر سنوات في حفظ سورة الفاتحة قعد عشر سنوات قال فشكوت إلى كل الناس كل العلماء فقال لي بعض العلماء هل لك من أم؟ قلت نعم قال سلها فلتدعو لك قال فذهبت إليها وقبلت يديها وسألتها أن تدعو لي قال فقامت في السحر وأصبحت صائمة ودعت لي فدخلت الكتاتيب قال والله كأن غشاوة كانت على عيني ثم انقشعت قال فحفظت القرآن الكريم كاملا في أقل من سنة وصار من العلماء بعد ذلك بسبب دعوة الأم خمس لا ترد دعوتهم دعوة الأم لولدها أو على ولدها عندنا حضرتك ثلاث نمازج مهمة للغاية نذكرها في بر الصحابة لأمهاتهم فضل النمزج الأول سيدنا حارث بن النعمان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبر الناس بأمه حتى تقول السيدة عائشة كان رجلان من صحابة النبي أبر الناس بأمهما سيدنا عثمان سيدنا حارثة كان يعمل إيه حارثة حارثة بن النعمان كان لا يكلم أمه إلا كالعبد عندها ولذلك بعض السلف كان يقول كلمة جميلة جدا كان يقول إن الإنسان يقترب من أمه حتى يفهم منها أفضل عند الله ممن يضرب بسيفه في سبيل الله يعني الإنسان لما يقرب من أمه حتى يسمع ما يقول إذا كانت كبيرة في السن أفضل من ممن يهد في سبيل الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فسمعت قراءة يعني في المنام رأى أنه قد دخل الجنة سمعت قراءة بالقرآن الكريم قلت صوت من هذا صوت مينده فقالوا الملائكة هذا صوت حارثة بن النعمان فقال عليه الصلاة والسلام وأطرق ثم يقول كذلكم البر وكان حارثة أبر الناس بأمه نتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في الجنة وهو يترنم بآيات الذكر الحكيم النموذج الثاني كلنا عارفين صحابي اسمه أبو هريرة كما ذكرت حضرتك دلوقتي أبو هريرة هو راوية الإسلام الأول بلا مناسع أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث روى ستة لف حديث أو يزيد هذا الصحابي من العجب أنك تجده أنه لم يحج مع النبي حجة الوداع لماذا؟ ما معنى سيدنا أبو هريرة؟ قال العلماء منعه بره بأمه أن يحج مع رسول الله لأن أمه كانت لوحدها ولم يكن مع أمه من يقوم بشأنها فمنعه بره بأمه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة إسلام أم أبي هريرة عجيب للغاية يعني هذه القصة تذرب منها الدموع لما الإنسان يتذكر قصة أبو هريرة يقول أبو هريرة لما أسلمت جئت أدعو أمي إلى الإسلام قال فأسمعتني في رسول الله شيئا أكره شتمت النبي عليه الصلاة والسلام قال فجئت وأشكو إلى رسول الله وأنا أبكي خوفا على أمي من عقاب الله فقلت يا رسول الله أدعو الله لأم أبي هريرة قال أبو هريرة فرفع النبي يديه إلى السماء فاستبشرت بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام استبشر النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها قال فذهبت إلى البيت فوجدتها في مغتسلها فلما خرجت قالت يا بني على رسل خلق مكانك ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال فأتيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي من شدة الفرح في فرق بين دموع الفرح نعم دموع الحزن دموع الفرح دائما تكون أباردة وهي قرة العين أما دموع الحزن فهي حارة ولذلك يقول الشاعر طفح السرور علي حتى إنني من طول ما قد صرني أبكاني يا عين قد صار البكى لك عادة تبكين من فرح ومن أحزاني أبو هريرة جل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبرضه طلب منه دعوة قال يا رسول الله أدعو الله لي ولأمي فرفع النبي يده ثم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب عبادك المؤمنين إليهم يقول أبو هريرة فما رآني أحد إلا وقد أحب أو ما رآني وما سمع عني أحد إلا وأحبني يتواصل الأمر مع سيدنا أبو هريرة يوم الأيام هو كان من أصحاب الصفة كان فقير كان ربما يسرع من شدة الجوع وهو يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال خرجت على قارعة الطريق خرج حتى يجد بعض الصحابة يخضوا معا للبيت قال فمر بي عمر فسألته سؤالا رجاء أن يأخذني معه إلى البيت فما أخذني سألوا سؤال فقهي أو مسألة علشان يقوله تعالى يا أبو هريرة قال ما أخذني ثم مر بي الصديق فسألته سؤالا وما لي حاجة إلى هذا السؤال فما استتبعني قال فمر بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا هر إني أرى في عينيك أثر الجوع سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الصحابة وكل الأمور هذه كما يقول الشاعر والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها أخذهم على البيت سن النبي صلى الله عليه وسلم لبيت الرجل من أنصار فالرجل من أنصار أعطى لكل صحابي من صحابة النبي تمرتين النبي صلى الله عليه وسلم قسم لكل واحد تمرتين قال يكفيانكم يومكم هذا قال أبو هريرة والله ما ذقت الطعام منذ ثلاث يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام أنا ما ذقت الطعام يا أبا هريرة منذ ثلاث أبو هريرة أكل تمره ثم خبأ الأخرى في جيبه فنظر النبي إليه قال يا أبا هريرة لما خبأتها قال يا رسول الله خبأتها لأمي فقال عليه الصلاة والسلام كلها وسنعطيك لأمك تمرتين الله يتأمل حضرتك الزعاصم أبو هريرة بقلو تلت يم مكلتش إلا أنه خبأ هذه لأمه رغم الجوع الذي يمر به وشدة الجوع باله ثلاثة أيام نتأمل كيف كان حب أبو هريرة الأم نموذج واضح كيف نبر هذه رسالة لكل واحد متزوج ومر على أمه إذا كان في الدور الأرض أو غيره وتنظر إليه وهو خارج وهو داخل البيت لزوجتها ومشاكل ذلك يكفي من خلال ذلك نظرة الأم إلى ولدها حينما يدخل ولا يمر عليها يكفي ذلك عقوق نموذج الثالث مهم للغاية نعم نحن عارفين أن أفضل الصحابة هو الصديق رضي الله عنه نعم أفضل التابعين من؟ رجل تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى بأويس بن عامر القرني من من اليمن قال عليه الصلاة والسلام خير التابعين رجل يقال له ويس بن عامر القرن كان له أم بها بر من استطاع منكم أن يسأله أن يستغفر له فليفعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأولين في الحديث قول من استطاع منكم أن يسأله أن يستغفر له فليفعل طيب ويس بن عامر من الذي أوصله إلى هذه المرتبة الكريمة قال العلماء السبب في ذلك الذي أوصله أنه كان برا بأمه حتى تنبأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ إزاي حضرتك به هو كان باستطاعة أيسر بن عمر أن يكون صحابه في علاقة الصحابة كأبي هريرة أو عمر بن الخطاب أو أثمان بن عفان ولكن كانت أمه يبرها فلما بر أمه بهذه الطريقة تنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله في عداد الصحابة قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يسأله أن يستغفر له فليفعل هذا الصحابة أو هذا التابعي سيدنا عمر بن الخطاب كان كل عام يأتي ويسأل عن أويس بن عامر أهل اليمن يأتي إليهم في موسم الحج هل وفد أويس بن عامر هذا العام في العام الذي وفده فيه أويس بن عامر القرني قال له عمر بن الخطاب أأنت أويس بن عامر؟ قال نعم قال كان لك أم بها بر؟ قال نعم قال فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان له أم بها بر من استطاع منكم أن يسأله أن يستغفر له فليفعل نتأمل كيف بر الوالدين عوض هذا التابعي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذكره رسولنا عليه الصلاة والسلام نعم نمازج مشرفة والنمازج واجب علينا أن نحن نقتضي بها في بر الولدين وتحديدا بر الأم وحابب أربط ده فضيلة الدكتور عادل بالنمازج السلبية اللي احنا بنشوفها الأبناء اللي بيقاطع أمهاتهم الأبناء المقصرين في حق أمهاتهم الأبناء اللي هم بيسألوش بشكل كبير على أمهاتهم وتحديدا يعني البر الواجب نعم يعني بنشهد يعني أبناء للأسف ما بيزرشوا موقتها لمدة أعوام بتحاججوا بضغوط الحياة والأسف زي ما بيقولوا كده سكنت الحياة سرقاهم ومش مدركين نعمة كبيرة جدا زي الأم والأسف بعد كده يعني بعد ما ربنا بيفتكارها بيتمنوا ولو يجمعها يجمعوا مع أمه ثانية واحدة ولو في طيف ولو في المنام بالضبط ولو في المنام حتى يقول لها يعني بحبك يا أمي نقول للنماذج دي إيه المقصرة في حق وماتهم نعم وبلا شك زي ما ذكرت حضرتك هناك نماذج ما تعرفش كمت النعمة إلا إذا زالت النعمة للأسف صحيح ومن أهم النعم على الإطلاق نعمة وجود الأم في حياة الإنسان نعم وجود الأم في حياة الإنسان بيدرفع عن الإنسان كل البلاءات كل الهموم كل الأحزان كل الكروب كلمة أقولها دائما وأبدا وهي من بنات أفكاري وأقول لأي واحد في الدنيا لو حسيت بضيق في رزقك إذا رأيت ضيقا في رزقك أو وهنا في بدنك الأمراض تكاثرت عليك صحيح أو تخبطا في حياتك فاعلم أنك قد قصرت في بر أمك أي إنسان بلاقي تخبط في حياتي أنا قرأت سير كثير من العلماء والشعراء والكتاب والوزراء والأمراء ورجال الأعمال وأصحاب الأموال فما رأيت أحدا منهم أروفع شأنه إلا بسبب دعوة أمه مش هتلاقي حد أبدا من هؤلاء سواء كان رجال أعمال أو أصحاب أموال أو شعراء أو وزراء أو رؤساء تجد الأم هي الأساس دعوة الأم مستحيل تلاقي واحد موفق في حياته وأمه غضبا عليه صحيح مستحيل صحيح ولذلك مما يذكر في ذلك أنه حتى بر الأم يكفر الكبائر بعض الأشخاص ممكن يرتكب كبيرة صحيح جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال له خطبت امرأة فرفضتني فقطبها غيري فقبلته فغرت عليها فقتلتها هل لي من توبة واحد قتها له ابن عباس سأل سؤال قال له هل لك من أم قال لا قال له هل لك من خالة قال نعم قال سلها فلتدعو لك قال أكرمة سألت ابن عباس لماذا سألت عن أمه قال ابن عباس وهو الحبر والبحر ما أعلم شيء أن يكفر الكبائر كبر الإنسان بأمه الله طب سألوا لي عن خالته لأن الخالب منزلت الأم ليس معنى ذلك لو توفيت أم الإنسان خلاص لا بد للإنسان دائما أن يجعل نصب عينيها أن البر متصل بعد الوفاة صحيح بشي البر يا جماعة خلاص انقطع البر متصل بعد الوفاة ولذلك من العقوق الإنسان ما يزور شي خلته أو أصدقاء أو صديقات أمه هذا من العقوق أو عمته أو عمته أو أقاربه جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال نعم الصلاة عليهما ايه معنى الصلاة عليهما يعني يكفي من خلال حضرتك نخرج بهذا الحديث من هذه الفقرة نعم قال الصلاة عليهما ايه الصلاة عليهما أي يعني الدعاء ايه معنى الدعاء اختصر الطريق سوفيالي بن عيينة المحدث الكبير قال في قوله عز وجل أنشكر لي ونوالدي قال شكر الله أن تصلي الخمسة في جماعة فمن شكر فمن صلى الخمسة في جماعة يعني الصلاوات الخمس فقد شكر الله وشكر الوالدي أن تدعوا لهما في كل صلاة من الصلاوات الخمس الله حتى سيدنا عروب بن الزبير قال والله ما سجدت سجدة إلا دعوت لأمي أسماء ولأب الزبير بن العوام ما فيك سجدة ونعلم تماما أن الدعاء للوالدين يجلب الرزق ليه طيب؟ الدعاء للوالدين يجلب الرزق لأن الدعاء للوالدين صلة صحيح وصلة الأرحام تجلب الرزق قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصر رحمه فهل هناك رحم أفضل ولا أقرب من الأم صحيح الدعاء لهما والاستغفار إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأمي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي واستأذنت ربي أن أزورها لأمي وإذا كان سيدنا إبراهيم استغفر لي والدي رب نغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سيدنا نوح رب نغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات استغفار للوالدين هو أن تقول الله مغفر لفلان ابن فلان صحيح اللهم اغفر لأبي كما قال سيدنا إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين أن يستغفر لوالدي أن يستغفر لهما في كل يوم يدعو لهما الأمر الثالث الصدقة عليهما زي ما كان سوز عاصم أي إنسان مننا بيهدي لأمه إذا كانت حية أسأل الله يبارك في أمهاتنا أحياء وأن يرحم الأموات منهم لو الأم كانت حية يهدي لها هدية في عيد الأم مثلا طب إذا كانت توفيت يلجأ للأقربين لها كالخالة ولا ينسى أن يهدي لأمه هدية في هذا اليوم وهي الصدقة على روحها أبو حنيفة بقول ماتت أمي وما مضى وما يمضي شهر إلا وأتصدق بعشرين دينارا على روح أمي في الشهر يعدي إلا وأتصدق أنا بسأل الأخوة المشاهدين سؤال منذ كم لم تزور قبر أمك بيألك أدي الأمهات التي توفين منذ كم لم تصدق على روح أمك منذ كم لم تدعو له هذا هو الجفاء هذا هو العقوق بعيني ثم بعد كده بنشكل فقر ونشكل المشكلات ونشكل الضيق جاء رجل إلى سيدنا سفيان الثوري قال له أشكو الفقر وضيق الرزق فسفيان الثوري قال له إيه؟ قال له هل لك من أم؟ قال نعم قال سلها فلتدعو لك قال فإني أقاضعها منذ سنة بالي سنة ما بكلمهاش فقال له أنت تنتظر نزول الرزق عليك من السماء وأنا أنتظر نزول الحجارة عقابا عليك من السماء في الوقت اللي كلام حضرتك جميل وبيدخل القلب بحاسس كل واحد مهما عمله ومهما حصل ومهما أدم مقصر فحقهم يعني ونت بتكلم انت بيتني قشارير رغم الحمد لله رب العالمين أدعي أننا لم أقصر في حقهم ولكن برضو مقصرين في حق أماتنا مقصرين أننا نبرهم مقصرين أننا نودهم نمازج جميلة حذك زجرتها في بر الوالدين وأدي بر الوالدين ده بيكسبك السعادة والطاعة وكل شيء جميل حابب ربنا سبحانه وتعالى ينعم بيك عليه في الدنيا وفي الأخذة أجيب عليك أن تبر أمك الناس اللي هي وصل للجفا وعقوق والدتها يعني عقوق الوالدته أن يتركها في دار مسنين وبيسألش عليها إزاي ممكن نلين قلوب مثل هؤلاء الأشخاص قلوب متحجرة نعم ونشردهم بحيث أن تكون مثل هذه الأيام والمناسبات دافع كبير وقوي أن يصلحوا أمهاتهم وياخدوهم في حضنهم ويستسمحوهم أنهم يسمحوهم عن كل لحظة وضعوهم في مثل هذه الأماكن نعم من أصعب القصص التي سمعتها من بعض الأشخاص ليس من الصحف ولا غير أنه يوم الأيام على الكبرى الدائري شخص وجد امرأة عجوز بعد صلاة المغرب في الظلمة فيقولي اقتربت منها بسألها يا أمي أنت عايزة إيه إيه اللي مقاعدك هنا قالت له إيه ابني قال لي أعودي هنا وربع ساعة هاجيلك بعدها بيقول أني انتظرت وبص على الست الكبيرة في السن ربع ساعة عدت ساعة والولد لم يأتي فاقتربت منها قلت لها يا أمي أنت قاعدة بتعملي إيه قالت قالت ابني هيجي بعد ربع ساعة أو بعد شوية قال فاقتربت منها وهي قاعدة على الأرض لقيت ورقة معاها مكتوب في الورقة وهي لا تقرأ طبعا ست كبيرة في السن مكتوب في الورقة من وجد هذه المرأة فليذهب بها إلى دور المسنين قال فخزت المرأة ودتها دور المسنين هذا أقصى درجات العقوق في الدنيا كلها ليه؟ اخترعوا عيد الأم عيد الأم عندنا في الإسلام في كل لحظة أن تسجد أقول لك أن الإنسان يقبل قدم أمه في كل لحظة من اللحظات الإنسان يقبل قدم أمه مش كل عام ولا كل سنة كما الغرب اخترع ليه؟ عيد الأم اخترعه لأجل التقاطع بينه وبين الأبناء أما عندنا في الإسلام في عيد الأم في كل لحظة في كل مطلع شمس هل تعلم حضرتك والإخوة المشاهدين أن النظر إلى الوالدين عبادة ثلاثون أن نظر إليهم عبادة يعني الإنسان مجرد ما ينظر في وجه أمه فيعبد الله عز وجل زي المصلي النظر إلى وجه الوالدين عبادة سواء كانوا صالحين أو طالحين طبعا النظر إلى المصحف عبادة النظر إلى الكعبة عبادة كانت عادة جميلة جدا سيد عاصم نشأنا عليها ولكن اندثرت في هذه الأيام كان الوحدة أول ما يستيقص من النظر يعني مباشرة يقبل يعني يد أبوي هذه عادة دثرت ولذلك العقوق من أشراط الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل عليه السلام قال ما أمارات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها ما معنى أن تلد الأمة ربتها قال العلماء هذا دليل على كثرة العقوق أن تستخدم البنت أمها البنت تقول أمها وميعمل كذا وكذا وكذا كما نراه الآن لا من الأدب مع الوالدين كما قال ربنا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ ليس هناك أقل في اللغة العربية من هذه الكلمة ولو وجد الله عز وجل عند العرب أقل من هذه الكلمة لذكرها فالواجب علينا الأدب مع الوالدين الأدب مع الوالدين في الرفق بالوالدين في التعامل الحسن مع الوالدين في الدعاء للوالدين ففي تقبيل يد الوالدين ففي الصدقة دعيهما بعد الموت في الدعاء لهم في كل وقت في كل صلاة من الصلاوات الخمس ربنا يحفظهم يجعلهم دايما زخرا معاونا وسندا لينا في هذه الحياة الدنيا ربنا يحفظ كل أمهاتنا يا رب العالمين ويا رب كل واحد كده في هذه المناسبة العطرة عيد الأم أن يعطي أمه ولو جزء قليل من حقها عليه أتمنى يا رب أن تكون هذه المناسبة زكرة عطرة على كل الأمهات في جميع بقاء الأرض يا رب العالمين دكتور عادر يعني ساعدنا بالقاء حضرتك وشير رفتنا وبشكرك جدا على آياتك الجميلة وكلماتك العطرة اللي أنت ذكرتنا بنمازج من الصحابة كانوا أفضل نمازج ممكن نقتضي بيهم في بر الوالدين وأن يكونوا دائما إن شاء الله قدوة لنا في بر والدين وتحديدا أم شكرا لك ضيف العزيز المحترم الأساسي دكتور عادل مراغي أحد علماء الأزهر الشريف وإمام مسجد النور بالعباسي شرفتنا في هذا المتحدة الحضر شكرا لسم كاملين مع حضرتكم مشاهد الكرام بعض الفاصل وفقرة حوارية أخرى من ساعة صبحية انتظروا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة